النقطة المهمة هنا ان حتى قيود اللي بتفرض على حرية التعبير هي قيود مجتمعية يعني الناس بتتكلم في قطار ان واحد بيقول كلام مش عجبنا فعايزينه يترفض من شغله بحاج بيتكلم عن دور للدولة او عن قانون يمنع اراء معينة من ان هي تتقال اصلا خلينا ننتقل الى موضوع العلمانية احنا تكلمنا قبل كده عن ان ازاي امريكا مميزة في هذا الموضوع في نظرتها للدين بشكل ايجابي في القبول بدور للدين في المجال العام فيه ناس بتقولك ان الموضوع ده النهاردة بيتغير يعني المحافظين في امريكا بيشتكوا ان فيه تهديد للحرية الدينية بيتكلموا حتى عن وجود خربة على المسيحية من اجل خدمة اجندات للحريات مختلفة زي اجندة الحريات بتاعت المثلية الجنسية يعني انا من كم يوم قرأت مقالب الواشنطن فوست بيحكوا فيه عن ظهور تيار سياسي مسيحي ضمن الحزب الجمهوري يدعو الا انه تكون امريكا دولة مسيحية وتوقفت بالحقيقة عن جملة احد المؤيدي هذا التيار بيقول الناس الذين لا يتبعون الكنيسة سيطروا على كل شيء اذا تم انتخابي سيكون ولائي للرب فقط طيب والدستور فين راح المهم يعني بالنسبة لي بهاي القصة انه فيه ناس على ما يبدو على الساحة الامريكية عم يخلطوا ما بين النفوذ وما بين الحقوق اشتركوا في القناة